السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال كتير جدا بتسأله دكتور هو إيه الفرق بين الكراون والفينير؟ إيه الفرق بين التلبيس والقشرة؟ إيه الفرق بين التربوش واللومينير؟ كلها أسامي لحاجات بتصف نوعين من أنواع التركيبات النوع الأول اللي هو بنسميه الكراون أو التاج الكراون ده عبارة عن سنة متحضرة 360 درجة وبيجي عليها الكاب أو الكراون عشان يحميها طب ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده إنه ممكن السنة دي تكون متعالجة عصب السنة دي في حشوات كتيرة وجزء كبير منها ابتدها يتآكل فمحتاجين حماية لهذه السنة ده اللي بنسميه الكراون وعايز أوريه لحضراتكم على الموضل ونشوفوا شكله عامل إزاي ده النوع الأول من التركيبات اللي بنسميه الكراون أو التاج زي ما حضراتكم شايفينه مجوّف وعمل زي الكاب أو الغطاء اللي هنحطه فوق السنة طيب عشان أحط الكاب ده محتاج إن أنا أحضر السنة من كل الاتجاهات ويجي الكاب للحماية وقد يكون أيضا للتجميل ويتحط بالمنظر ده التركيبة من النوع التاني اللي بنسميها قشرة الأسنان وظيفتها التجميل فقط يعني مش موظيفتها الحماية وعادة بتيجي على السطح الخارجي للسنة عشان هي للتجميل وبرضو بنخلي ده يخلي التحضير فقط على السطح الخارجي لسنة هو تحضير أقل من تحضير التاج زي ما حواريها لكم على الموديل دلوقتي هنا القشرة أو النوع التاني من التركيبات وزي ما حضراتكم شايفين ده كان تحضير التاج وده تحضير القشرة يعني يه تحضير يعني إن أنا بشيل بس من السطح الخارجي للسن بحيث إن ييجي الفينير بالمنظر الجميل اللي دوت طيب في بعض الفينيرز في حالات قليلة حتى التحضير الخارجي ده ممكن ما نحتاجوش ترجمة نانسي قنقر